في مشكلة بيقع فيها الراجل انه لما بيكون بيحب واحدة حب شديد وما يقدرش يتجوزها بيروح يتجوز حد تاني وفاكر ان ديه الطريقة اللي عتخليه ينساه وهنا زوجت بتحس ان هي مجرد لعبة له هاية يعني واحنا دايما بنقول كده واسمعه النصيحة دي ودي مهمة جدا 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 اوى حد يكون خارج من علاقة وما يمرش بحالة محالة من التعافي لازم لان العدوى بتحصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فررك من الاسد وكذلك فر من المكتئب فر كمان من الانسان اللي هو عنده تعب وهو ما تعفاش ولذلك رسول الله سلم لما قال من استطاع منكم الباقة فليتزوج لا الشخص اللي خالج من علاقة هو لا يستطيع الزواج فلزيك لابد ان هو يتعافي العبحاس بتقول ان اقل مدة للتعافي ستة شهر وساعات بتزيد المدة دي بحسب شدة العلاقة اللي بيكون فيها الانسان فممكن فترة التعافي تستمر سنة وسنتين على فكرة وده مش تعنت على فكرة والله ولا عقاب مش عقاب لوحدة لانه فشل في علاقة والله ما حقيق ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نساعده انه يضمن النجاح في العلاقة القادمة لكن هي فترة بتخليه يستعد ويستعيد اتزان لان انتهاء العلاقة بيكون عنده شيء من الترنح انا بسمي الترنح ده بعد انتهاء العلاقات بحاجة اسمها ارتجاج القلب عارف زي ارتجاج المخ كده ارتجاج في المخ هناك ارتجاج في القلب ما بيقاش الانسان في حالة اتزان وساعات الزواج السريع ده مش بيكون عشان ينسى الحب ده لكن بيكون للمكيدة يكيد اللي هو سبه اظن انتو عارفين الكلام ده ولزيك ما ينفعش ان الجواز هذي الرباط المقدس اللي الله سبحانه تعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة اللي تسكنوا اليها وجعل بينكم موادة ورحمة ما ينفعش بادال المكيدة ولزلك لازم ننبه ان في مخاطر كتيرة بتحصل في ده اهم مخاطر وجود حبيب سابق سواء كانت علاقته بيه سلبية او ايجابية ان الزوج بعد كده بيكون بلا روح وبيه خاف يتجوز بجد عشان ما يحصلش نفس المشكلة فيفضل عامل مسافة بينه وبين زوجته انا بسميها فجوة الخبرات السابقة عنده فجوة كده كل ما زوجته حاول تقرب منه بتحس ان هو مش راضي ويبتعد عنه ساعات كمان في بعض الاحيين يخلي المسافة دي مسافة جسدية ما يحبش يقعد معاه ويتكلم ما يحبش تلمسه ويبقى الكلام على الاد وساعات بيبلغ الاهتمام بيها وبأولاده لكن بشكل ايه عمل اجرائي وكأنه موظف بالزبط بتحول الى زوج موظف وكتير بيكون واجع الزوجة لان اهلاها بيقولوا لها هو في ايه عيب ده الراجل بيرفكت الراجل المثالي وما فيهوش غلطة ولا فيه اي حد ممكن نتصور ان هي فيه مشكلة لانه الراجل بيعمل كل حاجة بتيجي تسألنا بقى طب وهو طب وانا اعمل ايه ما صحيح هل انا بطبطر على انا انسان هل انا انسان كده ولا عايز بالله برفص النعمة وبتحصل مشكلة كبيرة في العلاقة الخاصة كمان ان الزوج بيتخيل في بعض الاحيين وده حرام ان الزوج يتخيل في بعض الاحيين حبيبته الاولى ما كان زوجته او الزوجة ممكن يحصل منها نفس الكلام ده واحنا بنأكد ان ده حرام ولا يجوش شرعا وما حدش يعمل ده وده بيعمل اعاقة كبيرة جدا جدا في التوافق الزواجي وناس كتيرا بتقول مين فينا ما عندوش المبررات بقى اللي بتخلي المسألة تزيد بقى في ناس كتيرا بتقول ومين فينا ما عندوش حب سابق او عنده تجربة سابقة الفايصل مش انك انت تبقى عندك تجربة سابقة الفايصل ان كل الملفات السابقة اتقفلت بشكل صحيح اللي احنا بنسميه حصل التعافي منها وما فيش جرح مليان صديد مشكلة الحب السابق فكرة التثبيت ان في بعض الاحيين حد بيصر عن انه يسبت صورة والصورة دي بتخليه مش قادر يشوف اي حاجة وبتخليه يعيش في حالة استورية وفلسفة تثبيت الحب دي الاول مبنية على ان الحب بيكون مرة واحدة بس في الحياة وده مش صحيح وانا قلتلكم وانا قلتلكم التجربة الراقية الصافية الجميلة الرائعة النموذج الانساني اللي قدمهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حبه للسيدة خديجة واحتفاظه بهذا الحب لان السيدة عائشة لما حب التنال من السيدة خديجة بان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحب ده ما منعش ابدا ان الناس تعيش في شكل صحيح اشتركوا في القناة